اهلا بكم سنة اولة اعدادي ومعانا النهاردة فيديو الخمسين سؤال على درسة وحدة شعب وطبعا الاسئلة ديت من كتاب المدرسة ومن كتاب الاضواء ومن كتاب الامتحان وبعد ما تسمع اجابة الخمسين سؤال انزل تحت الفيديو هتلاقي لينك حمل منه المراجعة بصيغة بي دي اف علشان تحلها تاني والمعلومات تثبت ويلا بقى بينا نبدأ الخمسين سؤال اول حاجة عندنا بيقولك ضع علامة صحة امام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارات الغير صحيحة مع التصويب نركز طيب ليه لانك لو ما صوبتش الخطأ ده معناه ان انت هداخد نص الدرجة مش الدرجة كاملة طيب اول سؤال عندنا بيقول واحد يشمل العصر العطيق الاسرتين الثانية والثالثة اقوله غلط العصر العطيق يعني الاسرة الاولى والثاني طيب رقم اتنين سكن الانسان المصر الكهوف في العصر الحجر القديم اقوله صح طيب رقم تلاتة عرف الانسان الزراعة في العصر النحاسي اقوله لا غلط الزراعة كانت في العصر الحجر الحديث رقم أربعة تحققت الوحدة الثانية على يد الملك سينيفرو ملك مملكة الجنوب أقول له غلط الوحدة الثانية كانت على يد الملك مينة طيب رقم خمسة استخرج المصر القديم النحاس من شبه جزيرة سيناء طبعا صح رقم ستة اكتشف الإنسان المصر القديم النهار في العصر الحجر الحديث أقول له غلط أما الأمتى في العصر الحجر القديم رقم سبعة اتخذت مملكة الجنوب من نبات البرضي شعارا لها يعني شعار مملكة الجنوب كان إيه نبات البرضي أقول له غلط ده ظهرت اللوتس رقم تمانية أسس الملك مينة الأسرة الفرعونية الثانية أقول له غلط الملك مينة أسس الأسرة الأولى وعمل الوحدة الثانية أما المين اللي عمل الوحدة الأولى في مصر؟ أحد حكام أقليم الوجه البحري ما نعرفش اسمه طيب الملك مينة عمل الوحدة الثانية بس هو اللي أسس الأسرة الأولى يعني أول أسرة حاكمة في مصر هو من اللي عملها؟ الملك مينة ماشي رقم تسعة قامت أول وحدة سياسية في مصر عام 4242 قبل الميلاد طبعا صح رقم عشرة بدأت ظهور القرى في مصر في العصر النحاسي أول مرة نسمع كلمة كاريا سمعناها في العصر النحاسي؟ أقول له لا غلط أمال إمتى؟ أقول له في العصر الحجر الحديث طيب رقم 11 كانت مدينة بوتو عاصمة مملكة الشمال طبعا صح رقم 12 اتخذ الملك نعرمر اللي هو الملك مينة مدينة طيبة عاصمة للبلاد أقول له غلط هو الملك مينة خرج من مدينة طيبة وكان حاكم عليها بس منا مدينة جديدة اسمها منف عشان تكون عاصمة للبلاد طيب وندخل على نوع تاني من الأسئلة وهو بما تفسر وأول سؤال عندنا أهمية اكتشاف النار عند المصر القديم هي النار مهمة عند المصر القديم أقول له طبعا استخدمها في إيه؟ أقول له في طهي الطعام وطهي الطعام دي الحاجة الوحيدة اللي موجودة عندنا في سنة أول أعدادي وطبعا ممكن نزود والتدفئة وكمان إبعاد الحيوانات المفترسة طيب اتنين أهمية الزراعة للمصر القديم هي زراعة مهمة؟ أه طبعا إزاي؟ أقول له لأنها ساعدت الإنسان على إيه؟ أول حاجة أقول له استقرار وبنى المساكن وظهرت القرى وأنتج المحاصيل زي القمح والشعير والكتان ورب الحيوانات زي الماشية والأغنام والماعس كل ده من إيه؟ من الزراعة طيب رقم ثلاثة بما تفسر نزول المصر القديم من الهضاب إلى وادي النيل ليه المصر القديم سبب الهضاب ونزل الوادي النيل؟ أقول له بسبب حلول أو بسبب انتشار الجفاف طيب رقم أربعة لماذا نجح المصر القديم في السير بخطة سريعة نحو التطور الحضاري في العصر النحاسي يعني إيه الكلام ده؟ يعني ليه في العصر النحاسي الإنسان بدأ يتطور بسرعة؟ أقول له لأن حياته كانت أكثر استقراراً لأنك خلاص نسى فكرة التنقل والترحال اللي كان عايش فيها فوق الهضاب طيب رقم خمسة ظهور المدن في مصر القديمة لماذا ظهرت المدن؟ أقول له بسبب اتساع القرى وقصرة عدد سكانها لأن القرى بدأت توسع وتكبر وكمان السكان فيها يزيدوا فالقرى ده هتتحول من قرية صغيرة إلى إيه؟ لمدينة طيب كده خلصنا أهم الأسئلة اللي موجودة عندنا على الدرس ده بما تفسر ندخل بقى على نوعية تانية من الأسئلة وهو ما النتائج المترطبة على؟ واحد استقرار المصر القديم في العصر الحجر الحديث إيه اللي حصل لما استقر الإنسان المصر القديم في العصر الحجر الحديث في وادي النيل؟ أقول له عرف الزراعة وأنتج القمح والشعير والكتان وأقام المساكن وظهرت القرى وكمان صنع الأوان الفخارية وكمان صنع النسيج والملابس من الكتان وأقام المقابر لدفن الموتى كل ده من ساعة ما استقر في وادي النيل كل الحاجات دي اتعلمها وعرفها طيب إيه كمان؟ قال لك ما النتائج المترطبة على حلول الجفاف فوق الهضاب في العصر الحجر الحديث يعني انتشار الجفاف فوق الهضاب إيه اللي حصل؟ أقول له نزول المصر القديم إلى وادي النيل وبالتالي تعلم الزراعة والاستقرار رقم ثلاثة ما النتائج المترطبة على عدم استمرار الوحدة الأولى لمصر سنة 4242 إيه اللي حصل؟ لما الوحدة دي ما استمرتش أقول له انقسمت البلاد إلى مملكتين مملكة الشمال ومملكة الجنوب ليه؟ أقول له لأننا كان عندنا أكتر من 42 أقليم استطاع أحد حكام أقليم الوجه البحري إنه هو يوحد أقليم الدلتة وبعد كده الوحدة كلها شملت مصر كلها سنة 4242 بس الوحدة دي ما استمرتش طويلا ماشي فلما جت انقسمت تاني أو رجع تاني اللي حصل ما رجعوش 42 أما الرجع ايه؟ رجع مملكة شمال ومملكة جنوب أقول له انقسام البلاد إلى مملكتين ليه مملكة الشمال ومملكة الجنوب رقم أربعة ما النتائج المترطبة على اتساع القرى وقصرة سكانها؟ أنا لسه حلل السؤال ده بما تفسر أقول له أدى إلى ظهور المدن لأن المدن جاية منين؟ بسبب اتساع القرى وقصرة على السكانها إحنا كده جبنا السؤال وعكسه فيما النتائج ماشي ندخل بقى على نوعية جديدة من الأسئلة وهو اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد نجح الإنسان في معرفة نقط سنة 3350 قبل الميلاد من غير ما تفكر ساعة ما يجيب لك عارف إيه سنة كذا اعرف إن هي الكتابة أو عتعملها الزراعة ليه؟ لأن الزراعة ما زكر ليش السنة أصلا في الكتاب فهو زكر للسنة اللي احنا عرفنا فيها الكتاب اللي هي سنة كم؟ 3350 قبل الميلاد ماشي اتنين بنى المصر القديم مسكنه من الطوب اللبن في العصر إيه؟ أقول له في العصر النحاسي في العصر إيه؟ النحاسي طيب رقم ثلاثة كانت مدينة نقط عاصمة مملكة الشمال من غير ما تفكر احنا عاصمة الشمال بوتو أما عاصمة الجنوب إيه؟ نخبة طيب رقم أربعة شعار مملكة الشمال نبات إيه؟ أقول له نبات البردي رقم خمسة يدم العصر نقط الأسرتين الأولى والتاني طبعا هو العصر إيه؟ طبعا من غير ما نفكر العصر العطيق العصر إيه؟ العطيق رقم ستة عارف المصر القديم الزراعة في العصر إيه؟ أقول له في العصر الحجر القديم ولا الحديث ولا النحاسي ولا العطيق أقول له لا ده في العصر الحجري الحديث طيب إيه كمان غير الزراعة اللي موجودة في العصر الحجر الحديث؟ أقول له ظهرت القرى وانتج المحاصيل الزراعي زي القمح والشعير والكتان وانصنع الملابس والمنسوجات من الكتان كمان وأقام المقابر لدفن الموتى وكمان رب الماشية والأغنام والماس كل ده في العصر الحجر الحديث طيب رقم سبعة بدأ عصر الأسرات امتى بقى قبل اختراع الكتابة ولا بعد الوحدة الأولى ولا بعد الوحدة التانية ولا قبل الوحدة التانية أقول له بعد الوحدة التانية على طول مش الملك مين هو اللي عمل أول أسرة آه الملك مين ده هو بتاع الوحدة الكامل الأولى ولا التانية لا بتاع الوحدة التانية يبقى بدأ عصر الأسرات امتى أقول له بعد الوحدة التانية رقم تمانية تم اختيار اول عاصمة لمصر فين? في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب? تعال الاول. اول عاصمة لمصر اسمها ايه? كان اسمها اون. من اللي عملها? لو احد حكام اقاليم الوجه البحري اللي عمل الواحدة الاولى. طيب فين بالزبط الوقتي? اللي هي هليوبلس عين شمسة حاليا. عين شمس تبقى فين? في الشمال مش في الجنوب. طيب رقم تسعة. بدأ التطور المعماري للمصر القديم يظهر في العصر انه امتى المصر بدأ يعمل المباني بتاعته من لطوب اللابن وبدأ يستخدم السرة الخشبية وبدأ يفرش البيت بتاعه بالحصير وكمان حاجة الكتير جدا تستخدمها. امتى في العصر الحجر القديم ولا الحديث ولا النحاسي ولا العطيق? بدأ اقول له في النحاسي. فين? في العصر الرحاسي. طيب رقم عشرة. بدأ الانسان المصري يعرف الاستقرار في العصر انه هو. هو اسط�ا عارف الاستقرار بساعة معارف ايه? ساعة معرف الزراعة هو عرف الزراعة قلنا في العصر يبقى الحجر الحديث يبقى نختار رقم 11 قد بدأت تظهر العبادات في العصر قلت لك في العصر الحجر القديم ما كان لسه العبادات ظهري في العصر الحجر الحديث برضو لا في العصر العطيق اقوله العصر اتقضل الاسرة الاولى والتانية وما تتكلم بالتفصيل عنهم اصلا عصر المعدن هو النحس السابق بنخيم عصر المعدن هنلافظ حلما يكونوا نفهم الأسرة الهواءي النحاس ده ماشى معدن يبقى اختار ايه اختار عصر المعادن لاننا حاس من ايه من المعادن رقم 12 عرف الانسان الكتابة امتى قبل الوحدة الاولى ولا قبل الوحدة التانية اقول له تعالى لو كان عرف الكتابة قبل الوحدة الاولى كان زماننا عرفنا اسم الملك اللي عمل لنا الوحدة الاولى اللي هو احد حكام اقليم الوجه البحر اما لو احنا عرفنا اسم مين عرفنا اسم الملك مين اللي هو عمل الوحدة ايه التانية يبقى الإنسان عارف الكتاب قبل الوحدة الأولى أو قبل الوحدة الثانية أقول له قبل الوحدة الثانية طيب نشوف نوع ثاني من الأسئلة ويقولك اكتب ما تشير إليه العبارات التالية قل لما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا طبعا دا تعرف ايه الحضارة رقم اتنين عصر بيشمل الأسرتين الأولى والثانية طبعا دا العصر العطيق طيب معبود مملكة الشمال مملكة الشمال كانوا بيعبودوا ايه اقول له ثعبال القبرى طب فاكر بمعبود مملكة الجنوب كان ايه اقول له اه انسى النصر طيب رقم اربعة مدينة كان الملك نعارمر اللي هو الملك مينة حاكما عليها قبل توحيده للبلاد كان حاكم مدينة ايه طيبة اللي هي ايه الوقت الاقصر طيب قالك انا عايزك ترتب للاحداث التاريخية من القديم الى الحديث طيب تعالى الاول نشوف ايه اللي موجود عندنا قالك نشأة الاقاليم المستقلة وبناء مدينة منف واختيار مدينة ان عاصمة لمصر وبعد كده اكتشاف الزراعة بص يا سيلي اول حاجة هتختارها اكتشاف الزراعة ليه اقول له لو ما في الزراعة ما كنا هتعلم استقرر اصلا وكان يبقى فيه كلام ده كلاته اقول له لا يبقى رقم واحد اكتشاف الزراعة بعد كده قامت طلعة القرى ثم المدن مفيش هنا ولا قرى ولا مدن بعد كده الاقاليم فيه نشأة الاقاليم المستقلة دي رقم اتنين يبقى اول حاجة اكتشاف الزراعة رقم اتنين نشأة الاقاليم المستقلة رقم تلاتة بناء مدينة منف ولا اختيار مدينة ان لا ده مدينة انو ده اول عاصمة اما منف دي تاني عاصمة يبقى رقم تلاتة اختيار مدينة ان عاصمة لمصر رقم اربعة بناء مدينة منف اللي بنها مين الملك مينة طيب قالك انا عايزك تقارن بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب اول حاجة بالنسبة للموقع الموقع مابلكة الشمال فين اقول له في الوجه البحري اما مابلكة الجنوب فين اقول له في الوجه القبلي طيب بالنسبة للعاصمة عاصمة الشمال ايه اقول له بوتو طيب عاصمة الجنوب ايه اقول له مدينة نخبة ولازم تعرف اماكن المدن دي حاليا فين بوتو دي فين اقول له مركز دسوق محافظة قفر الشيخ طيب مدينة نخبة اقول له الكاب حاليا فين دي شمال مدينة اتفو في محافظة اسوار لازم تحفظ اماكن المدن دي علشان سعب يسألك عنها في الامتحان. طيب لون التاج بتاع مملكة الشمال كان ايه? اقول له احمر. طيب لون تاج مملكة الجنوب كان ايه? ابيض. طيب ندخل على المعبود. معبود الشمال صعبان القبرى. اما معبود الجنوب انسى النسر. طيب بالنسبة للشعار. قالك الشعار في مملكة الشمال نباتل برضي. اما في مملكة الجنوب زهرة اللوتس. وبكده نكون خلصنا كل الاسئلة المهمة على الدرس الاول من كتاب المدينة. ومن كتاب الاضواء ومن كتاب الامتحان. وما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحمل المراجعة دية بي دي اف وتحلها تاني. تحياتي ليكم مصفر عطا زكي شحتو.